يا مساء الخيرات اليوم حبايبي رح نزور دولة لأول مرة بنزورها اللي هي جنوب أفريقيا رح نسمع تفاصيل جريمة مؤلمة جدا يمكن أسلوب حياة الضحية طريقتها في التفكير في العيش هي السبب في تنفيذ هاي الجريمة تفاصيل مثيرة ومؤلمة لكن كالعادة بعد الفاصل خلاله حبايبي اللايك الاشتراك في القناة نشر رابطها نسمع ورح أبدأ بإني أعرفكم على هالسيدة الموجودة أمامنا روز ماري ثيرون واللي عمرها تسعة وثلاثين عام كانت تعيش في بلدة كيب في جنوب أفريقيا من السيدات اللي بيحكوا عن حالهم فري سبيرت هي كانت تعمل في مجال بتعرفوها دول اللي بيكونوا في المهرجانات في الحفلات لابسين أحيانا ملابس مهرجين بيحاولوا يرسموا البسمة على محية الموجودين في المكان هاي كانت وظيفتها روز ماري كانت تتحب الأطفال جدا لهيك هي كانت تعمل في هالمجال ترسم على الوجوه تطفي جو من المراح في المكان كانت علاقتها جيدة جدا مع والدتها اللي اسمها دينيس أختها اللي اسمها أنجليك روزي حسب ما بينادوها أختها والدتها كانت من النوع اللي بيحكوا عنهم كرياتيف بتعرفوها دول اللي بيصمموا البابتس أو الألعاب هي كانت من هاي النوعية في المهرجانات في الحفلات دائما موجودة روز ماري كان معروف عنها أنه هي جدا بتحب أولادها فخورة فيهم دائما على مواقع التواصل فيسبوك بذات تضع صور لهم أنشطتهم الأشياء الجميلة اللي هم بيعملوها هي من النوع الفخور في أولاده وبحسب كلام الأصدقاء الناس اللي بيعرفوها أنه هي إلى حد ما كانت تعمل جهد جيد في تربية أولادها صحيح أنه هي أحيانا كانت تتركهم لفترات تروح هاي رحلاتها الغير عادية اللي بتكون فيها إلا أنه في النهاية تعود لأولادها طبعا هاي وجهة نظر الناس اللي بيحبوها لهاي السيدة وأكيد طبعا أنتوا عارفين أن استال حياتها في النهاية كان إلو أثر سيء على الأولاد اللي هي من النوعية اللي بتعمل حفلات غير عادية داخل بيتها ولما نحكي حفلات غير عادية بتعرفوا نوعية الناس الموجودين في هاي الحفلات هالشيء أكيد كان يأثر على الأولاد بحسب بعض المصادر فبنتها مثلا اللي هي فينيكس أكثر من مرة تعرضت للتحرش للاعتداء نوع من اختراق خصوصيتها من قبل بعض الذكور اللي كانوا يكونوا موجودين في هاي الحفلات هلا روزماري معتبره إنه الموضوع حرية شخصية هي بتحب هاي النوعية من الحفلات اللايفستايل بتعيش أحلامها إلا إنه هالشيء أكيد ينعكس بطريقة بدون نقاش سيء على أولادها لأنه زي ما حكيت بيشوفوا أشياء غير عادية فينيكس كانت في أسوأ أحوالها بتعيش كابوس بهاي الفترة والآن بنوصل لسبعة مارج من العام 2013 في هالمدينة واللي هي أو البلدة اللي هي كابوس ماري معايشة يومها طبيعي زي أي يوم آخر في حياتها بهاي الفترة هي بعتت ابنها اللي هو تاكي على تشيلي حتى يعيش مع والده يصير بينه وبين والده نوع من العلاقة بحسب كلامها خلال هاي الفترة هي تعتني ببنتها اللي عمرها ثمان سنوات بتصل آخر لأحد الأقارب روزماري كان معروف عنها هيك في عندها أفكار غريبة من ضمن هاي الأفكار مثلا إنه هي ترفض فكرة إنه يروحوا أولادها على المدرسة هي يدرسهم داخل البيت الولاد اللي هو للأقارب بنتها الموجودين عندها ما كانوا يروحوا على المدارس البنت الكبرى واللي هي 18 عام كانت ضد هاي الفكرة تعتقد إنه لازم الأولاد يروحوا مدرسة يتعاملوا مع الأطفال الآخرين يتفاعلوا مع المجتمع فينيكس كانت في خلاف دائم ومتواصل مع والدتها حول الموضوع هي بدها أخوانها يروحوا على المدرسة الوالدة ترفض كانت دائما تحكي في موضوع المدرسة مع صديقها بهذيك الفترة كايل ماسبيرو والآن بتقرر فينيكس مع صديقها كايل إنه يفتحوا هالموضوع مع روز ماري يناقشوها بفكرة إنه هي لازم تبعث الأولاد على المدرسة بيفتحوا هالموضوع مع الوالدة بيبدأ بينهم جدال خلاف صحيح إنه ما كان خلاف سيء إلا إنه في النهاية علي صوتهم يمكن كل طرف فيهم حكى كلمات مزعجة للطرف الآخر بدت الأم روز ماري توجه اللوم لهالبنت اللي هي فينيكس إنه ما بتساعد في الأمور المالية في المنزل في المقابل كايل بدأ يحكي عن أسلوبها في تربية أولادها أخطاءها الكثيرة من وجهة نظره وفي نهاية هالجدال اللي ما بتتفقوا فيه على شيء في النهاية روز ماري بتغادر على عملها الشيء اللي هي بتحب تعمله على أمل إنه لما ترجع تكون الأمور هادئة إلا إنه هالسيدة ما بترجع على بيتها في هاليوم بتختفي هلا معروفة عنها لروز ماري إنه من فترة لأخرى ممكن تختفي تعيش أسبوع بمزاجها فري سبيرت بعد هيك ترجع لأولادها وممكن تكون رحلاتها رحلات مفاجئة بيبدو عاد يفكروا أفراد العائلة الأصدقاء ويمكن هالجدال الخلاف اللي صار بينها بين بنتها صديق بنتها خلاها تاخد إجازة تحاول إنه تهدى تصفي ذهنها ترجع بعد فترة روز ماري كان معروف عنها إنه هي من فترة لأخرى تترك الأولاد في رعاية فينيكس تروح رحلاتها المجنونة هلا أفراد العائلة والدتها أختها هاي المرة زيها زي المرات السابقة توقعوا إنه ضغي بيوم يومين أسبوع شهر ترجع مرة أخرى إلا إنه هالمرة واضح إنه الأمور مختلفة لأنه بنوصل لـ 11 مارس واللي هو المفروض عيد ميلاد بنتها بده يصير عمرها تسعة سنوات ما تيجي على عيد الميلاد وهالشي مش من عادتها أبداً ولأنه هي ما إجدت على حفل الميلاد تأخرت أخيراً بيخبروا رجال الشرطة عن اختفاءها بتبدأ عملية باحث على أساس إنه هي سيدة مختفية بيبدوا عاد يسألوا أفراد العائلة الأصدقاء بيسألوها لفينكس بتحكي إنه طبيعي جداً إنه والدتها تغادر لكن هم رجال الشرطة أختها والدتها بيحقوا إنه لا هاي المرة أخذت أكثر من العادة عدة أسابيع هلا هي بتحكي لهم إنه شافتها بتركب واحدة من السيارات هاي آخر مرة بتشوف والدتها هلا بيسألوها عن مواصفات السيارة الرجل اللي كان موجود فيها بتحكي هي ما عندها أي معلومات أبداً لأنه متعودة على والدتها تيجي سيارات أخذها من البيت رجال مختلفين وبالتالي هي ما فكرت إنه لازم أعرف وين راحت وين إجاد شو هي السيارة اللي ركبتها الآن بحسب كلام فينيكس بعد ما غادرت هي بهاي السيارة في اليوم التالي تواصلت مع بعض أفراد العائلة من خلال تليفونها إلا إنه بعد ذلك موبايلها تم إخلاقه وبتكمل فينيكس إنه هي ما بتعرف إذا الرجل اللي غادرت معها مع والدتها عفواً هو رجل خطير أو لا الآن بتبدأ عملية البحث زي ما حكيت بتستمر على مدى عدة شهور ما تتخيلوا عملية البحث عنها من قبل رجال الشرطة أفراد العائلة الأصدقاء السوشال ميديا وسائل الإعلام ما في أي أثر لهاي السيدة بيعملوا بيج على فيسبوك يدعو أي حد عنده معلومات عنها السيدة إنه يتقدم فيها يساعد رجال الشرطة خلال هاي الصفحة بيحكوا عنها إنه هي ملاك يتمنوا عودتها لأفراد العائلة طبعاً بنتها واللي هي فينيكس كانت من المساهمين في هاي الصفحة من خلال منشوراتها على هاي الصفحة تتحدث فينيكس إنه هي تفتقد والدتها إنه هي بتعاني من العناية في أختها الصغرى لوحدها والدت روزماري واللي هي دنيس بتكون في حالة سيئة جداً واضح إنه علاقتها كانت مميزة مع بنتها واضح إنه هي غير قادرة على استيعاب فكرة إنه بنتها مش معروف وين هي بالفترة الحالية حالة الوالدة الصحية تنهار تماماً الآن بيبدوا تعرفوا يضعوا فرضيات عن سبب اختفاء هاي السيدة البعض بيحكي إنه ممكن يكون واحد من أصدقائها الإكس يعني السابقين هو المسؤول فرضية أخرى ممكن يكون واحد من أزواجها لأنه هي أولادها كل واحد فيهم من زوج مختلف هم يضعوا فرضية إنه واحد من أزواجها لأنه اتنين منهم كمان عندهم مشاكل في تعاطي المواد الممنوعة رجال الشرطة بيبحثوا في هالاتجاه ما بيوصلوا لنتيجة بيبدوا أيضاً يطرحوا فرضية ثالثة واللي هي إنه هاي البنت أو السيدة ضحية الاتجار بالبشر إنه ممكن أخذوها جماعات حتى تعمل في المجال السيء إلا إنه بيتم التأكد إنه ما في أي مؤشرات إنه ممكن يكون صار هالشيء وبمر ست شهور على اختفاء هالسيدة الناس تضع فرضيات رجال الشرطة أيضاً لحد ما نوصل 29 سبتمبر من العام 2013 بتبدأ هالقضية يعني يصير عليها نوع من الأبديتز في هاليوم وفي مكان جميل جداً من بلدة كيب اسمه ستراند فونتين بافليون هو زي منتجة منطقة ساحلية شواطئ جميلة سباحة سيرفنك بيتم العثور على جثة موجودة في قبر على هالرمال ضحل جداً الآن بياخدوا بقايا هالجثة بيتم التأكد بالطرق العلمية إنه هي روز ماري وأكيد طبعاً عارفين حالة الألام الحزن اللي دخل فيها أفراد العائلة لما تم الكشف عن الجثة تم التأكد إنه خلاص هي توفت في نفس اليوم اللي بيتم الكشف عن الجثة أحد الأشخاص بيجي على مركز الشرطة اسمه قاد فريش هيبرز هو صديق فينا صديق صديقها كايل بيدخل على مركز الشرطة بيبدأ يحكي في أشياء غريبة عجيبة بيحكي لهم إنه كايل روز ماري البنت الصغرى يخبروه بأنه ما بدهم يضلوا في بيت روز ماري هو بيعرض عليهم بيت معين ييجوا يضلوا فيه لحد ما يفكروا شو رح يعملوا الآن بيجي كايل بيحكي له إنه بدك تيجي معي على البيت بنا نشيل بعض الأشياء وبيكمل الصديق إنه لما وصل معهم على البيت على أساس يساعدهم في نقل بعض الأغراض اتفاجأ مفاجأة كبيرة واللي هي إنه بدهم إياه يساعدهم في نقل جثة روز ماري بيكمل إنه هو كان متفاجئ جداً إلا إنه في النهاية بيساعدهم على نقل الجثة من الساحة الخلفية للمنزل على الشاطئ المكان اللي تم العثور عليها فيه وأكيد بعد هاي المعلومات من الصديق بيتم اعتقال فينيكس بيتم اعتقال صديقها كايل وبعد ما يتم اعتقالهم بتبدأ عاد الأمور تتكشف شو اللي صار فيها اليوم بتاريخ سبعة مارج من خلال فينيكس من خلال صديقها كايل يبدو إنه مباشرة بعد الخلاف اللي صار بينهم بين روز ماري بدت هي وكايل يخططوا حتى يخلصوا منها لها السيدة كايل معروف عنه إله تاريخ في تعاطي الممنوعات في الانتقال من منزل لآخر من منازل الفوستر هومس بالإضافة لإنه عنده عدة مشاكل سلوكية هلا الوالد روز ماري كان لها اعتراض على هالشاب على طريقة حياته على تعاطيل الممنوعات كانت خافة على بنتها فينيكس إنه تدخل هالعالم لكن واضح إنه الوالدة تأخرت بالتدخل لأنه فينيكس دخلت العالم من فترة الآن في هاليوم اللي صارت في الحادثة هي بتروع على شغلها روز ماري بترجع من دوامها خلال وجودها في العمل فينيكس كايل تعاطوا جميع أنواع الأشياء الممنوعة بدوا ينتظروا فيها فينيكس لما رجعت والدتها بدت تتحدث معها بهدوء عن الخلاف اللي صار بينهم بتبدأ تعتذر لوالدتها بتحتضنها حتى تعرفوا يكتمل الاعتذار لكن ما كانت النية اعتذار ولا أنه تحتضن والدتها هاي إشارة له لكايل أنه يجي من الخلف يضع حبل على رقبة الوالدة يضغط بشدة يعد بصوت عالي بيستمر في الضغط لمدة أربع دقائق لحد ما تفقد روز ماري حياتها أمام بنتها فينيكس وبعد هيك فينيكس مع كايل بيلفوا هالجثة في واحد من الإحرامات بيدفنوها بالحديقة بيخططوا أنه بعد فترة يرجعوا يغيروا المكان وفي النهاية أكيد بتبدأ المحاكمات بتاريخ 11 إبريل من العام 2014 في يوم جمعة خلال هاي المحاكمات طبعا فينيكس تعتبر مساعدة في تنفيذ جريمة القتل هو اللي نفذ بإيده لكن بالتأكيد بموافقتها بتخطيط من الطرفين خلال المحاكمات هي تظهر الكثير من الندم من الأسف هي تقر بذنبها في النهاية يحكم عليها بالسجن لمدة 15 عام وأكيد عارفين حالة الصدمة خيبة الأمل لما يعرفوا أفراد العائلة إنه هالبنت اللي هي فينيكس مسؤولة عن مقتل والدتها هل الروح لمحاكمة كايل هم تحاكموا بشكل منفصل وما كانت المحاكمات سهلة لأنه كايل لما نفذ الجريمة كان عمره 17 عام بتعرفوا عادة بيبدأ جدل هل يحاكم على أساس أنه بالغ أو بعده أقل من السن القانوني بالإضافة لذلك بيتم عرضه على لجنة طبية حتى يعملوا له نوع من التقييم يتأكدوا إنه هو ما بيعاني من أي مشاكل ذهنية وخلال هاي الفترة أفراد العائلة في انتظار المحاكمة أخيراً إنه بتبدأ بتاريخ 14 لأربعة أكتوبر يا بتول من العام 2015 بتعرفوا موضوع إنه كمان كان يتعاطى الممنوعات كيف تأثيرها على طريقة تفكيره كل هاي الأمور بياخدوها بعين الاعتبار لما تبدأ محاكماته هو بيكون تقريباً عمره عشرين عام بيبدأ بتعرف عادة المحامي يحكي في القضايا اللي حكينا فيها سابقاً بأنه لما نفذ الجريمة هو كان أقل من العمر القانوني يطالب بعقوبة مخففة في المقابل المدعي العام بيحكي إنه هو ما أظهر أي نوع من الندم من الأسف على الشيء اللي عمله بالتالي يستحق العقوبة القصوى إلا إنه المفاجأة إنه يحكم عليه بالسجن لمدة 13 عام فقط وأكيد طبعاً أفراد العائلة كانوا في حالة من الصدمة من الإنزعاج لأنه اعتبروا الحكم مخفف هيكي بتنتهي قصتنا لليوم لكن عندي بعض التفاصيل المهمة من ضمن هاي التفاصيل الغريبة إنه روزماري كانت طالبة وصية بأنه يتم حرق جثتها توضع في جرة معينة تزرع بذور الأفوكادو هيك هي بتحس إنه ما بعرف كيف هي تحولت إلى شيء مستمر في هاي الحياة ممكن من التفاصيل الأخرى المؤلمة والمؤلمة جداً إنه أختها واللي هي أنجليك بعد أسبوعين على مراسم عزاءها روزماري تقدم على تنفيذ عملية انتحار لأنه هي جداً كانت متعلقة بأختها روزماري يعني ما عرفت تستمر بالحياة بدون وجود أختها للأسف الشديد كانت ها نهاية غصتي لليوم بتمنى تكون عجبتكم حبايبي لو عجبتكم تكرموني باللايك الاشتراك في القناة للناس اللي بعدها ما اشتركت إلى اللقاء اشتركوا في القناة